لازم يبقى في عندنا سؤال يا جماعة جد حقيقة نطرحه هو احنا متوقعين احنا الناس المزعين النواب احنا الرأي العام المصري يعني او الرأي العام العربي احنا متوصلين او وصلين لفكرة انه امريكا مش هتعمل حاجة يعني اذا كنا لسه بنظن ان امريكا بتدير عملية السلام في الشرق الاوسط احنا عندنا مشكلة لان امريكا بتعمل عكس امريكا بتدير عمل الصراع في الشرق الاوسط مش السلام في الشرق الاوسط الفرق شديد الوضوح امريكا بتعامل مع اسرائيل امريكا مش بس امريكا بالمناسبة والمملكة المتحدة بتعاملوا مع اسرائيل باعتبارها كيان وظيفي جوه المنطقة للحفاظ على امن وسلامة مصالحهم في المنطقة ده منظورهم خلاص كده تمام اذا التعويل على انه الامريكان هينظروا الى ما يحدث في الاراضي الفلسطينية الان وبداية من يوم 7 اكتوبر وحتى هذه اللحظة بنظرة عين انسانية ان هناك مأساة لا مش هيبصوا كده طيب هل هيبصوا بعين اخرى متعلقة بضرورة انهاء الصراع في المنطقة والقضية الشرقى اوساطية الكبرى اقدم القضاية السياسية الا واهي قضية الصراع العربي الصيوني في المنطقة لا برضو مش هيبصوا عليها بالطريقة الامريكان يا سادة موجودين بحاملتي طائرات جيوش صغيرة يعني حاملتي طائرات في المتوسط عندهم قطع عسكرية تانية في البحر الاحمر وفي خليج عدن وفي المحيط الهندي هي طول الوقت المنتظرة مرابدة مستعدة للتدخل في اي وقت ده على سبيل مثال للحاصر طيب اختطاف المركب التجاري بتاع امبارح من قبل الحوثيين انتوا عارفين هي تقطفت ما بين ميناء الحديدة في اليمن وما بين السواحل الاريترية احنا بنتكلم تقريبا على حوالي 120 كيلو كانوا تقريبا حاجة كلام فاضي يعني انت متصور الخطوة دي تساوي ايه مش بس بتساوي اتساع دائرة الصراع هي بتساوي كمان احتمالية دخول امريكا على الخط بشكل ضارب امريكا لديها مدمرات موجودة في البحر الاحمر وفي خليج عدن يعني امريكا من الوارد من الوارد مش بالاكيد وارد جدا انها تقوم بعملية ضد مجموعة الحوثيين اللي اختطفوا هذا المركب التجاري طب العملية هتبقى عبارة عن ايه اكيد هيقوم بقصف ما من البحر الى البر طب الضحية هنا هيبقى مين هيبقى بالتأكيد اليمنين هل هذا ده مجرد اتساع بس لدائرة الصراع ولا المزيد من تفاقهم ازمات انسانية في المنطقة اليمن لديه مأسات وازمته وفلسطين لديها ايضا مأساتها وازمتها وما الى زلك لكن هنا هتبقى امريكا دخل عمليا كطرف عسكري في الصراع امريكا بتدير عسكريا العملية لا تتصور ابدا انه حاملتين الطائرات او حاملتين الطائرات اللي موجودة في المتوسط موجودة بس بس لمجرد التواجد او لاعطاء الدعم المعنوي لحكومة الحرب اللي على رأسها بنيمين نتنياهو او لاعطاء اسرائيل الطمأنينة اللازمة لا امريكا بتدير هذه الحرب بتدير بشكل مباشر طيب اذا بالعودة للسؤال اللي سألته لي نوها زاملتي هل احنا محتاجين نضغط على برلمانات اوروبا لا احنا مش محتاجين نضغط على برلمانات اوروبا احنا محتاجين نضغط على الكونجرس الامريكي احنا محتاجين نتكلم مع او مراكز البحث والتفكير السياسي الكبرى بالولايات المتحدة الامريكية احنا محتاجين نتكلم مع توق دايرة الشرق الادنى في الخارجية الامريكية احنا محتاجين نتكلم بس وإحنا في قدينا خد بالك نتكلم ونشرح بس هنشرح إيه هنشرح تبعات ما يحدث هيؤدي إلى إيه وإنه ده في تهديد مصالح حقيقي الأمريكا في المنطقة تهديد حقيقي هم يمكن ما يكونوا الشايفين ده وارد وممكن يكونوا شايفين ومعتقدين أنه هم هيقدروا يعني ينهو وإن كان لو تيجي ترجع للسيناريوهات ماضية هو الأمريكان قدروا أنه هم ينهو أي شكل من أشكال الصراع فأفغانستان قعدوا أكتر من عشرين سنة وفي الآخر خالص سلموا أفغانستان لجماعة طالبان هل هم قدروا أنه هم يوصلوا لشيء في العراق ما وصلوش لأي شيء في العراق وفي الآخر خالص برضو انسحب الأمريكان من العراق وتركوا العراق يحصل فيه كل هذه الصراعات الفصائلية داخل هل هم قدروا أنه هم ينهو ما يحدث في الصومال جماعة الشباب في الصومال بتضرب في وسط الصومال حتى هذه اللحظة وبهدو الأمريكان سيطر قال لك طب بص السلام عليكم أنا ما ليش دعو فالأمريكان عمليا ما عندهمش قدرة على خلق سيناريوهات مستقبلية دقيقة ولا حتى تقترب من الدقة كذبة كبرى أن الأمريكان قادرين على ذلك ولا قادرين ولا حاجة لأنه لو قادرين ما كانوش يتورطوا في فيتنم وما كانوش يتورطوا في أفغانستان وما كانوش يتورطوا في العراق وما كانوش يتورطوا في الصومال ما بيبصوش لقدام الدور اللي لازم يتلاعب إن أنا أقوله آه دي السيناريوهات المستقبلية طب عشان تلعب الدور دا لازم تتكلم مع مراكز التفكيق تاني الثيم تانكس الكبيرة تتكلم مع النواب اللي هناك وبعدين تتكلم والتوازي كل دا بتتكلم مع دايرات الشرق الأدنى في الخارجية لازم الضغط يجي كده بإنه دي سيناريوهات المستقبل وفي نفس الوقت يا جماعة إحنا كمان في إدنا كروت بس عشان أتكلم في إدنا كروت دي لازم في عندي وحدة للإرادة العربية إحنا بنتكلم من النهاردة المستشفى الإندونيسي الضرب ضربة زي طاعت مستشفى الشيف مدرسة للأوناروة الضربة هي كمان وهكذا يعني المسألة مستمرة ولن تتوقف طول ما الأمريكان بيقدموا الدعم العسكري واللوجيستي والمالي والأدبي والمعناوي والسياسي